مخاوف كثيرة أثرت بسبب استمرار الأزمة بين بغداد وأربيل فباب الحوار مع كردستان العراق لا يزال مغلقا برغم الضغوطات والوساطات مع الحكومة في بغداد حكومة العباد التي لم تبدي أي مرونة إزاء الأزمة مع الأكراد بدأت بعمل حوارات غير معلنة مع أطراف حزبية كردية أهمها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في خطوة فسرت على أنها سعي لعزل حكومة كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني قال إن بغداد تسعى لتحقيق المكاسب السياسية وإشعى للفتنة بين الأحزاب الكردية من خلال الأزمة بين الطرفين معتبرا أن هذا التوجه لا يعد توجها لبناء الدولة الديمقراطي الكردستاني أوضح أن أي حزب كردي لا يمثل منفردا أهالي كردستان وبالتالي فإن أي حوار لبغداد مع تلك الأحزاب منفردة هو محاولة لعزل الحكومة وإقصاء حزب بعينه أما حكومة العبادي فقد بررت لقاءاتها مع بعض الأحزاب الكردية بأنها تماهد لخلق ظرف مناسب للحوار وهي ضرورية للبدء بحوارات فنية وميدانية لحل الخلافات العالقة بين طرفي النزاع المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي قال إنه من المفترض أن يزور بغداد وفد كردي لا يمثل الحكومة في كردستان بل القوى السياسية الكردية هناك في الوقت الذي اتهم حكومة كردستان بالاستمرار بتصدير النفط من الحقول داخل أراضيها من دون علم الحكومة في بغداد مع عدم إعلان الأرقام والكميات المصدرة استمرار الأزمة بين الحكومة في بغداد وكردستان أمر مرجح لأسباب عديدة منها رفض العباد الوساطة لإجراء حوار مع سلطات كردستان أو رفع الحظر عنها قبل تخليها عن نتائج الاستفتاء الذي أجري في الخامس والعشرين من أيلول الماضي وفجر الخلافة بين الحكومة في بغداد وسلطات كردستان التي ما زالت ترفض إلغاء نتائجه